أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلا والله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتفر الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وانفقوا مما ارزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نعوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات بالأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغين فمن يكفر بالطاوة يؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوسطى لا فصام لها والله سميع عليم الله وليج الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النر والذين كفروا أولياؤهم الطاوة يخرجونهم من النر إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي أميت قال أنا أحيي أميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما وبعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك لنجعلك عية للناس وانظر إلى العظام كيف نمشسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال فاخذ أربعة من الطير فاصرهم إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي لنك الصعية وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة زنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمعنى الأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب وفاصره وابنهم فتركه صلدة لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أمثل الذي لينفقون أموالهم مبتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنتهم بربوة نصابها وابنهم فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأنا من بجري من تحت الهر له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر له ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبير الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغلدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر أمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيض لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداكم لكن الله اهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاره الله وما تنفقوا من خير وفيليكم أنتم لا تظلمون للفقراء الذين احشروا في سبيل الله لا يستطيعوا رضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سروا وعلى نية فلهم مجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون لا كما يقوم الذي يتخطط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاه موعدتهم من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا يربع الصدقات الله لا يحب كل جفار نثيم إن الذين أمروا عملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأدف الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين من اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا وأذروا بحرب من الله رسوله وإن تبتوا فلكم رؤوسا مالكم لا تظلمون لا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفقوا نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا جريب مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ولن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيه النوضعي فلو لا يستطيع أن يمله فليمل ليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين يفرجوا الامراتان ممن ترضار من الشهداء ينتدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تستموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لأجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأجناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة أن تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم لا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق لكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلهانه مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فالذي إئتم من أمانته والذي إئتم من أمانته والذي إئتم الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يئتمها فإنه واثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفو حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا بفارك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرعا كما أحملته والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طوقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مشدقا لما بين يديه أنسل التوراة والإنجيل من قبله دل للناس وأنسل الفرقان إن الذي يكفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليك شيء في العدلاء في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنسل عليك الكتاب منه آياتهم حقما تنهن أم الكتاب أخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيظهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمان به كل أم من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليعمل ريب فيه إن الله لا يخفر منه عاد إن الذين كفروا لن تغني عنه مالكم لا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كذب على إفراد الذين من قبل مكذبوا بآياتنا فأخذوا من الله بذنوبهم الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم عادتهم في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشخوات من النساء والبنين القراصي المغانطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والنعام والحسن ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أؤنبكم خير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات ومرجري من تحت الأنهار خالدين فيها من تحت الأنهار خالدين فيها وأزاجهم متخرة ورضانهم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا أمان فغفر لنا ذنوبنا وقل عذاب النار الصابدين الصادقين القواندين والمنفقين والمستغفدين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكات وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين وطل الكتاب إلا من بعد ما جاهم العلم مضيئا بينهم ومن يكفر بآيات الله إن الله صريح الحساب فإن حاجك فقل أسلمت وجهد الله من اتبعا وقل للذين وطل الكتاب الأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتد وإن تولى فإن ما عليك البلغ والله بصير بالعباد إن الذين أكفرون بآيات الله يقضلون النبيين بغير الحقين ويقضلون الذين أمرون بالقسط من الناس ببشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى أكتاب الله ليحكم بينهم ثم طل فريقهم منهم هم عجزون ذلك بأنهم قالوا لهم تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناه اليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم معنك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار تولد النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتهد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء لأن تبتغوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدورك وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفسه ما عملت من خيرهم محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها بينه ومدى معيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوفه من العباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله غفلك وذروبك والله غفوذ الرحيم قل لطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم نوحا وآل إبراهيم وآل عمران وعلى العالمين ذرية معدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نزغت لك ما في بطن محررا فتقبل مني إنك بس سميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك للأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ضر يدها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لك ذكرية كلما دخل عليها زكريا المحرر وجد عندها رسحة قال يا مريم مريم أنلك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدانك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة هو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بأحياء مصدقان بكلمتي من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن ما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر أمرات عاقد قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آية كل الله تكلم أننا ثلاثة أيام من الله ونزى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مرجب إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك واسجدي وارقعي مع الراقعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلابهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمتي منه اسمه المسيح أعيز ابن مريم وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكان ومن الصالحين قالت ربي أن لا يكون لي ولد ولم يمسستي بشار قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراه فإنما يقول لخوكم فيكون ويعلمه الكتاب الحكمة التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل لأني قد جئتكم بعيدة من ربكم أني يخلق لكم من الطين كهية الطير فأنقف فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لك مهو الأبرص روحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأخرون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لا يتلك من كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديهم من التوراة وحل لكم بعض الذي يحرم عليكم وجئتكم بآياتهم من ربكم اتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم والغفر قال من أنصار إلى الله قال الحواليون رحناه صار الله أمان بالله أشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أعزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني مطفيك رافعك إلي مطهدك من الذين كفروا وجاعد الذين اتبعوا لك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكوا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا سديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من عصرين وأما الذين آمنوا عملوا الصالحات فيرفي مجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نطلق عليك من الآيات والذكر الحكيم إنما سرعيس عند الله كما سأل آدم خلقه من طراب ثم قال لهكم فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ردع أبناءنا وأبناءكم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم عن نفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليمهم المصدين قل يا هذا الكتاب تعالى ولا كلمة سبائم بيننا بينكم لا نعبد لله ولا نشهد به شيئا ولا أتخذ بعضنا بعضا أربابا منها دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهلا لكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة الإنجيز لا من بعد هي فلا تعقلون هاتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم هدية ولا رصانية ولكن كان حنيفا المسلمان وما كان ابن المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أحد الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لماذا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق أنتم تعلمون وقال الطائفة من أحد الكتاب ومنوا بالذين ينسر على الذين آمنوا وجه أنها يغفروا أخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما أكبرينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدهم ومثل ما أوتيت ويحاجوكم عين من ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يند أمنه بقيم طبي يؤده إليك ومنهم من يند أمنه بدينا لله يؤده إليك إلا ما دمد عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولوا رعب الله الكذير هم يعلمون بلى من أوفى بعهده يتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشتروا بعهد الله وإيمانهم سبنا قليزا أولئك لا خلاق لهم في الآخر لا يكلمهم الله لا ينزل إليهم يوم القيامة لا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقين يلبود أسرتهم من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون رعب الله الكذير هم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتىوا الله الكتاب والعطم النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين يأمركم من الكفر بعض أنتم مسلمون وإذا خذ الله ميتاق النبي لما أتيتكم من كتابي وحكمة ثم جاءكم رسولون وصدقوا لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال آقرتم وآخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله بغون ولهو أستمعه في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إصبعيل إصحاق وعقوب الأسباط وعوت موسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحدهم منه ونحن له مسلمون ومن يبدأ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوام أنكفروا بعض إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم والبينات الله لا يهدي القوام الظالمين أولئك تساهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفوظ الرحيم إن الذي يكفر بعد إيمانهم ثم ازدادوا يغفر الله وتقبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين يكفروا معدوا مغفر فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العوين صدق الله العوين